بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين لم يترك الإسلام بابا من الأبواب التي يمكن أن يرد على الإنسان المؤمن منها شر أو أدى إلا وبين لنا دن الحنيف كيفية إغلاق أبواب الشر ليكون العبد المؤمن في تحصين تام من كل ما يؤثر عليه سلبا ويعوق حركته في الحياة الدنيا ولما كان الشيطان هو العدو الأول لبني آدم وكانت وساوسه مما تهدد بني البشر كانت الإغاثة القرآنية والتحصين الرباني لمن يحاول ابتعاد عن طريق الشيطان ووسوساته إنه العبد يستعيذ بالمولى سبحانه وتعالى من وسوسة الشياطين ومن حضورها كذلك كما ورد وكما جاء في سورة المؤمنون في قول الله تعالى مخاطب النبيه الكريم صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك لأمته من بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم المعنى قل أيها الرسول الكريم مخاطبا ربك ومعلما أمتك ربي أعوذ بك قل ربي أعوذ بك قل أيها الرسول الكريم إيه المقول القول ربي أعوذ بك أي أمتنع بك يا رب أعتصم بحولك وبقوتك متبرئ من حولي وقوتي أطلب منك الحفظ والمنع والمنع بقدرتك من همزات الشياطين همزات الشياطين يعني من وساوس الشياطين المغرية على خلاف ما أمر به المولى سبحانه وتعالى وبتكون الوساوس دي عن طريق خطرات الشياطين التي أو عن طريق خطرات الشيطان التي يخطرها بقلب الإنسان فيغضبه يخيفه يفزعه يشوش عليه يربكه يجعله يفكر فيه أشياء ما ينبغ الإنسان أن يضيع وقته فيها يصرفه عن الطاعة والعبادة المهم أنه يلهيه عن العبادة التي يخلق لها بما يضيع فيضيع وقته ويخالف ربه سبحانه وتعالى عشان كده جات كلمة همزات وقل ربي أعوذ بك من همزات جمع باعتبر إيه؟ باعتبر المرات الكتيرة اللي بتهاجم وساوس إبليس فيها الإنسان وباعتبر تنوع الوساوس ما جالكش من الباب ده يجي لك من باب تاني المهم يصرفك عن الطاعة وكذلك الخطرات الشيطانية عموما كثيرة ومتنوعة ولا يفتر أبدا إبليس من الهجوم على ابن آدم وإغوائه وإغرائه بإثارته وبدفعه نحو ما يخالف به الجليل سبحانه وتعالى يعني مثلا من همزات الشيطان ثورات الغضب إن الإنسان يصور ويغضب بشدة ثورة الغضب اللي تخلي الإنسان لا يملك نفسه معاه ورد حاجة زي كده وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام إن ده من همزات الشياطين كما ورد في الصحيحين أنه استب رجلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجلان بدأ يتخنقوا مع بعض ويشتموا في بعض قدام النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة بتقول استب رجلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس يعني شايفين الحدثة والواقع دي وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه ده بيسب ده وده بيسب ده بيشتموا بعض فالنبي عليه الصلاة والسلام قال معلما لهما وللأمة إني لأعلم كلمتين لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني الإنسان فيه عند الغضب العارم الشديد يلتزم هذا يلتزم الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبالرجوع إلى السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد أشياء كثيرة في هذا الباب منها إذا الإنسان غضب يذهب ويتوضأ وأخبر النبي لأن الشيطان خلق من النار وإنما يطفئ الماء النار فالإنسان إذا غضب عليه أن يذهب ويتوضأ يغير الهيئة بتاعته كل دي من المعينات لبني آدم على تجاوز مرحلة الغضب الشديد واللي بيسرها ويؤجد نيرانها وساوس وهمزات الشياطين ومن أنواع همز أو همزات الشياطين إن يفزع الشيطان الإنسان في نومه وده بيكون من همزه ونزغه فقد ورد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ما يقوله الإنسان إذا انتابوا فزع أو خوف أفزعوا عند نومه فأما خضود من النوم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا فزع أحدكم في النوم يعني أنا نايم أنت مخضود شفت حاجة خوفتني إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون والنبي بشر اللي يقول كده فإنها لن تضره يعني التصوير اللي شفها وفزعته وأخافته عند نومه لو قال هذا الذكر وهذا الدعاء لن يضره شيء وإنت بتستعيد أعوذ بكلمات الله التامة يعني كلمات الله المباركات الشافيات من أسماء الله الحسنى القرآن الكريم جميع ما نزل في كتب الله تعالى كل هذه كلمات الله التامة والموقف ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم فيه الصحابة إنه لما يتفزع يقول الذكر ده ده يظهر إنه همزات الشيطان من الأمور اللي بتتسبب في حصول الفزع اللي بيتعرض له الإنسان عند نومه ده عامل من العوامل لأنه برضو ممكن تكون هناك عوامل أخرى نفسية الإنسان بيشوف أو بيمر بحوادث وأحوال خلال اليوم قد تكون عامل من العوامل اللي تفزع الإنسان في نومه ومن ضمن الحاجات اللي تفزع الإنسان وتقلقه في نومه همزات ونزغات الشياطين ولذلك وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق اللي يتحصن به الإنسان من هذا الفزع الذي ألم به أثناء نومه وغيره طبعا من الأمور كما دل النص النبوي الكريم على ذلك ودل النص النبوي الكريم على أن الإنسان إذا قال هذا الذكر وهذا الدعاء واستعاد بالله تعالى وطلب منه المنع والحفظ والمعونة من الحفظ من الشياطين ومن همزات الشياطين فإنه بقوله لهذا الذكر بحضور قلب طبعا يكون دخل في ضمانة الله ورعايته ولذلك فلن يتعرض لأي نوع من أنواع هذا الأدى لأنه تبرأ من حوله وقوته وتحصن وتحصن وتسلح بحول الله وقوته والله تعالى جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يعني بعدما استعاذ من همزات الشياطين أمروا بالاستعاذة من حضور الشياطين وأن يحضرون يعني أنا أحتمي بك أعوذ بك يا ربي أحتمي بك أتحصن زي قل أعوذ برب الفلق يعني أحتمي بك وأتحصن أيضا من أن تحضرني الشياطين أو إنهم يحوموا حولي في حال من الأحوال بالذات بقى في أوقات العبادات زي يحوموا حولي وأنا بصلي أو أنا بقرأ القرآن الكريم أو يحوموا حولي عند الموت لأندي لحظة عايزة تثبيت ولذلك النبي كان عيصة والسلام يدعو الله من ضمن دعائه وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت لحظة الموت عايزة تثبيت فنسأل الله سبحانه وتعالى السبات وغير ده طبعا من المواقف والأحوال اللي المفترض أن احنا نتعوذ فيها وعندها لأنهم حينما يحضرون يحضرون الشياطين يعني حينما يحضرون بقصد الحاق السوء والأذى بابن آدم ومن العجيب أنك لما تتأمل الآية الكريمة أو هتان الآيتان اللي هي جوهرة اليوم نجد أنه سبحانه وتعالى كرر وقل ربي أعوذ وأعوذ بك ربي وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فاتكررت التكرير ده أو كرر هنا للمبالغة والاعتناء بهذه الاستعادة ليه؟ عشان يلزمها أهل الإيمان انتم احتجنها يا أهل الإيمان لتستعيذوا بالله العظيم من همزات الشياطين ومن حضورهم حولكم فاستعيذوا يا أهل الإيمان من شرور خلقه وإن أهل الإيمان لا يغفلوا عن التحصين وتحصين أنفسهم بهذا الذكر المبارك وكرر كمان للتنبيه على إنه لا دافع للشيطان من همزه وحضوره إلا الله سبحانه وتعالى ويبقى المعنى في الآيات في الآيتين الكريمتين تعوذ أيها الرسول الكريم وأنت وأمته واحتمي بربك في كل وقت من همزات الشياطين وحضورهم لأن العصمة والحفظ من الشيطان أمرها عظيم جدا لا يقدر عليها إلا خالقهم إلا الخالق العظيم وطبعا وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما المقصود هنا تعليم أمة النبي وإظهار التجاء النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبودية لله سبحانه وتعالى ومن المواطن التي تشرع فيها الاستعادة من الشيطان الرجيم وعندنا مواطن كتير جدا دل وحض الشرع الشريف على ضرورة أن يتعود الإنسان المؤمن فيها من الشيطان الرجيم سنقول بعض النماذج زي مثلا عند قراءة القرآن الكريم قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لإنك في عباد أفضل عبادة أمة تلاوة القرآن أنت في عباد هو مش بيروح للعاص هو بيروح لل للإنسان اللي على طاعة عشان يصرف عنه أو يألل رغبته فيها فيستعذ الإنسان المؤمن قبل قراءته للقرآن الكريم من الشيطان الرجيم ومن وسوسة إبليس كمان إنه بيلبس الشيطان على الإنسان في صلاته ويلخبطك ويشوشك ويحضر لك الأفكار من خلال الوساوس عشان ما تركسي ما تخشعش في الصلاة فعن عثمان بن أبي العصر رضي الله عنه إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرح قال للنبي رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي بيلخبطني في الصلاة وفي القراءة بتاعتي فالنبي عليه الصلاة والسلام إداله النصيحة المهمة وعرفنا معلومة مهمة إنه فيه شيطان مخصص لصرف المؤمنين عن الصلاة فقال له ذاك شيطان يقال له خنزب اسمه كده فإذا أحسسته يعني حسيت أنك بتتشوش في الصلاة بتحضرك وساوس وخطرات يعني لا تجعلك في الخشوع الذي يجب أن تكون عليه فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه يعني حتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل على يسارك ثلاثة التفل دون البسق التفل يعني بتطلع بتنفخ بالهوى ثلاث مرات وإنت في الصلاة حسيت بوسوسة جديدة تستعز تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين على جهة اليسار تنفخ تنفخ ثلاث مرات اللي هي تدفل عن يسارك وده دون البسق يعني ما فيش مية بتخرج من الفم دفع بالهواء ثلاث مرات داخل الصلاة فقال عثمان قال ففعلت ذلك كتبت هجمني الوسوس دي ففعلت ما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة والتفل عن يساري ثلاثة تقول فأذهبه الله عني قال الله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون هنا ذكر بعض المفسرين إشكالا وأجابوا عنه إنه إيه الإشكال قال لك كيف يصح للمعصوم صلى الله عليه وسلم إنه يستعيذ من هذه الأشياء ونحوها مما وردت يعني في سياق القرآن الكريم عموما وقد عصمه ربه هو النبي عيسى والسلام محتاج أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هم ليه الإشكالية دي ظهرت لأن هنا الأمر والخطاب في الآية الكريمة لحضرة النبي عيسى والسلام ومن خلال أمة النبي بردو وقل ربي أعوذ بك قل أيها الرسول الكريم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فالخطاب فيها للنبي عيسى والسلام وأمة النبي عليه الصلاة والسلام فكان الجواب إن مثل ذلك الأمر اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين هو من باب إظهار العبودية لربه هو حيلجأ لمين هو حيرجع لمين فده من باب إظهار العبودية لمولاه والإناب إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى وإنه يجوز للعبد إنه يسأل العبد ربه ما علم أنه قد يفعله إحنا مش بنقول إياك نعبد وإياك نستعيد فأنت تصلي ولكن تسأل الله المعونة على الصلاة فمن الطبيعي حتى لو أنك تعلم وأنك تستطيع أن تفعل ذلك أن تسأله المعونة على فعل ذلك حتى لو أنت بتعمل ده وإنه يستعيز وإنه يجوز له أن يستعيذ به يعني يستعيز بالله سبحانه وتعالى مما علم أنه لا يفعله فيه فعل شيء أنت عارف نفسك مش ممكن تيجي نحيته مش ممكن تهوب وتعمله لكن ده لا يمنع أنك تستعز بالله سبحانه وتعالى من إنك حتى تقرب منه أو إنك تفعله وبالتالي هذا الأمر لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولأمته صلى الله عليه وسلم من باب إظهار العبودية والالتجاء إلى الله تعالى والتوكل عليه والإنابة إليه في كل شيء كما أنه لا يخفى ما في هاتين الآياتين من تعليم الأمة إن الإنسان المؤمن في رحلته محتاج التحصين إنه يحصن نفسه بالأذكار كلها بقى الواردة في الوحي الشريء في القرآن الكريم وفي سنة النبوية المطهرة والتي من ضمنها إنه الإنسان يتعوذ من همزات الشياطين الوساوس بتاعة الشياطين والخطرات التي يخطرها في قلب الإنسان ويتعوذ من حضورهم حتى لا يزداد لأنه وسوسهم خطيرة والأخطر حضرهم لذلك جاء التكرار في هاتين الآياتين أحب أني أختم بأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من أحواله الشريف وهديه الطاهر وعبوديته الحق لمولاه إنه كان يستعيذ بالله تعالى مما يخاف ويحذر دي كانت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله مما يخاف ويحذر ويعوذ غيره كذلك يحصن غيره كمان ليعلمنا أن نحصن أنفسنا وأبناءنا ومن نحب فعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يعني حصنهم بالذكر اللي حنقول ده اللي بنقول رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان بيكلم كده الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول لهم إن أباكما يعني بيؤصد بذلك الخليل إبراهيم عليه السلام إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق يقرأ عليهم كده يحصنهم بهذا الذكر اللي هو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة